خانقه ومددشي تشوداب بهنا عندما خافت الله هذا والله العظيم مجرم أوهمه ببيع مباين له بسعر رخيص فاستدرجه ثم قتله ورمى جثته بالبزل جريمة مروعة حصلت طفل بعمر عشر سنوات في ناحية سبع البور ببغداد والسبب لأن والده منتسب في الشرطة كما يروي لنا عن تفصيلات الحادثة المتهم قال لي مشويا الكارفان تبيع لك تليفون مسألة ب30 بليار راح هو وابني ابن أختي راح مع المتهم المتهم طردهم قالوا من يجيين ثنياناتكم احنا انت فقنا تجي بس انتهي محمد المجني علي فرجعهم وقال لها تعال لي بالعشرة بالليل اللي هو كان يوم الاربعاء بالليل فبعدين خطف ابني وراح المتهم خنقه على ما خنقه هدى وقام يددتش بيبدر نفساته والد المقتول يقول بأن القاتل لديه سوابق في الإجرام وجريمة قتل ابنه هي الخامسة ولعجل ذلك يطالبون بأعدامه بعد رفع دعوة قضائية وبانتظار إكمال الإجراءات عنده سوابق وعنده اختصاب وعنده هاي خامس مرة نسويها ويانا الخامسة عادة احنا منسويها ويانا مشطة القوات المنية رد انتصل بينا ونقول انا اذبحكم اطلع سنتين واذبح ونفس الشيوها ما اجرب اطالب بأعدامه من وزير الداخلية اطالي عشائر التاجي كلها وسبع البور كلها من العشائر والشيوخ يطالبون بأعدامه لأنها مو قضية قضية على الكل مو قضية على يبساني رحل محمد وحضر بعضه الخوف عند اهالي ناحية سبع البور من عودة جرائم القتل التي اختفت منذ سنوات في الناحية خوف ناجم من دوافع القتل غير الواضحة واحتمالية ارتباط القاتل بعصابة او شبكة وفق حديث الاهالي بعد تهديدهم من قبل القاتل من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير موسيقى